مسأل خير شباب، اليوم بين إيدينا لابتوب لينوفو ThinkPad T440 سنتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس، تعديل إعدادات البيوس وطريقة الإقلاع عن طريق الفلاش ميموري أو السيديروم طبعا يا شباب، هذا الجهاز منتشر بكثرة وبالإمكان تثبيت عليه ويندوز 7 أو ويندوز 8 أو ويندوز 10 أو ويندوز 11 مكسور الحماية لذلك دعوكم معنا لنهاية الفيديو لنتعرف على طريقة تعديل إعدادات البيوس وفي ملاحظة مهمة جدا يا شباب قبل ما بلد شرح عن البيوس أنه ما قدرت تفوت عليها إلا لو وصلت للويندوز وعملت إعادة تشغيل ومن ثم بالضغط الثابت على زر الـ FN مع الـ F1 لحتى فوتني على البيوس الواجهة الأولية للبيوس يا شباب هي عبارة عن المعلومات الخاصة بالبيوس وكذلك الأمر مواصفات الجهاز بشكل عام عندي التبويب الثاني الـ Config الخيار الأول هو الـ Network والخاص بكرت الشبكة طبعا تترك الخيارات مثل مو عندي تماما AC ONLY ENABLE ENABLE IB V4 First الخيار الثاني هو تبويب الـ USB بهذا التبويب USB UEFI Support بتخليه بحالة الـ ENABLE Always ON USB إنه دائما تضل شغال الـ USB ENABLE إذا بدك تخليه يشحن عن طريق البطارية وهو مطفي الجهاز فيك تفعل هذا الخيار اللي هو Disable طبعا يشحن التجهيزات مثل الموبايل وما إلى هناك أما بالنسبة للـ USB 3 خليها بحالة الأوتو طبعا للرجوع خطوة إلى الوراء عن طريق زر السكيب عندي خيار الكيبورد والماوس بتخليهم مثل ما لهم موجودين عندي تماما خيار الـ Disability اللي هو الشاشة منخلي الشاشة الافتراضية هي LCD الخاصة باللابتوب الأساسي وعندي بالنسبة للميموري الخاصة بكرت الشاشة برفعها للـ 512 ما في أي خيارات إضافية إشرحنها لأنه كلياتها بتكون بوضع الـ Default عندي تبويب الـ Date والـ Time اللي هو التاريخ والوقت بهذا المكان فيك تعدلهم طبعا بالانتقال بالـ Enter وصعودا ونزولا لفوق ولا تحت وبالنسبة للتعديل عن طريق إشارة الزائد طبعا الشافت نضغط على الشافت مع الزائد أو عن طريق إشارة الناقص لوحدها نعمل نزول طبعا هذا الكلام كلياته مكتوب بأسفال اللوحة ننتقل لتبويب الـ Security خيار الـ Password أول واحد عن طريقه فين يحط باسوردات لللوحة الأم للدخول إلى الـ BIOS للدخول إلى الـ Hard Disk أو لأقلاع الجهاز بشكل عام تبويب الـ Fingerprint بهذا المكان فين يفعل موضوع البصمة لأن الجهاز يأتي مع بصمة على الجانب عندي تبويب مهم جدا اللي هو الـ Virtualization بفوت عليه وبهذا المكان بخليهم بحالة إنابل هدول الخيارين طبعا هذا الشيء بساعد بمحاكيات الأندرويد عندي خيار الـ I-O الـ Port Access من هذا المكان بخليهم كلهم بحالة الـ Enable هدول الكروت المتصلة والتجهيزات المتصلة باللابتوب من الكروت ويرلس ومخارج USB وما إلى هناك عندي آخر خيار خيار Security Boot أنا بالعادة بوضعه بحالة الـ Disable لأنني بحتاج أحيانا لأقلع عن طريق برنامج DLC Boot لحتى أعمل تفحص للأقراص وما إلى هناك أنا هذا الخيار بخليه بحالة الـ Disable من Intel عن التبويب لـ Start Up بهذا التبويب في عندي الخيار الأول اللي هو الـ Boot بهذا المكان فيني أختار الأداة اللي بدأت أقلع بشكل دائم بهذا اللابتوب فمثلا بدي أخلي الفلاشة بشكل دائم تأقلع بهذا المكان فيني أختار USB FDD تمام مثل ما أنا شايفين وبرفعها للأعلى كذلك الأمر الـ Hard Disk بدي أقلع بشكل دائم فيني أرفعه للأعلى طبعا مثل ما اتفقنا Shift مع إشارة الزائد بيرفع والناقص لحالها بدون الـ Shift بتنزل تمام؟ فيك ترفع المدخلة اللي بدأت تأقلع عن طريقة بشكل دائم يعني هي دائما تأقلع أوشي طبعا يفضل الـ Windows Boot Manager هي تكون بالبداية يعني الفيرس للأقلع يكون الـ Windows Boot Manager وفي ملاحظة مهمة جدا في حال زر الـ F12 ما اشتغل معك لتختار قائمة الأقلع فيك من هذا المكان تحدد الأداة اللي بدأت تأقلع فيها بالبداية كـ Flash أو CD-ROM لحتى تثبت الـ Windows بزر الـ Escape بنرجع خطوة لوراء في حال كنت بدأت تثبت ويندوز 7 بهذا المكان الـ UEFI فيك تختار إما اللوجيسي بوت بشكل دائم تمام؟ في حال تثبيت Windows 7 أما في حال تثبيت الـ Windows 10 أو Windows 11 دائما نخليها UEFI هي ملاحظة مهمة جدا أثناء تثبيت الـ Windows من الخيارات المهمة بهذا التبويب تفعيل زر الـ F12 لحتى أقلع عن طريقه واختار الـ Flash Memory دون الدخول للـ BIOS كليا عندي التبويب الأخير الـ Restart الخيار الأول هو الخروج مع الحفظ الخيار الثاني الخروج دون الحفظ الخيار اللي بعدل منه Load Default فيك تعمل استعادة ضبط مصنع للوحة بشكل عام بيرجع جميع الإعدادات للوضع الافتراضي والطبيعي عندي هذا الخيار بخليني ضمن اللوحة ولكن بيلقي جميع التعديلات اللي ساويتها والخيار الأخير اللي هو Save Changes اللي هو بيحفظ جميع التعديلات ولكن دون الخروج من الـ BIOS وطبعا أكيد بالضغط على زر الـ F10 بيعطيني رسالة هل تريد الحفظ مع الخروج وإعادة التشغيل طيب أنا ما بدي فوت على الـ BIOS كليا أنا بدي ثبت ويندوز من عن طريق الفلاش ميموري بشكل مباشر طبعا في بعض التعديلات أنا كنت معدلها ومجهزة كيف فيني أقلع عن طريق الفلاشة بدون ما أدخل للـ BIOS الطريقة بسيطة جدا بعمل إعادة التشغيل أو بشغل الجهاز من البداية ومن ثم بالضغط المتكرر والسريع على زر الـ F12 بيعطيني قائمة الإقلاع الخاصة بلابتوب اللينوفو وبين إيدينا مثل ما أنا شايفين الـ Windows Boot Manager بأقلع عن طريق النظام بشكل مباشر إما عن طريق الـ Hard Disk اللي هو سامسونج موجود عندي هون كمان 256 جيجا SSD أو عن طريق الفلاش ميموري اللي أنا وضع USB HDD شايفين فيني أقلع عن طريقة وثبت ويندوز أو أفحص الـ Hard وما إلى هناك في عندي تبويب إضافي ضمن الـ Boot Menu اللي هو App Menu شوفي بقلبه فيني وصل له لهذا التبويب عن طريق زر التاب زر التاب بيني بين هدول التبويبين زر التاب على الكيبورد إما بدخل على الـ BIOS الـ Setup من هذا المكان إذا ما اشتغل معك زر الـ F1 لاحظتوا شباب قبل شوي ما اشتغل معي مباشرة زر الـ F1 اضطريت لإني عيد التشغيل ودخل عن طريقه للـ BIOS فيني من هذا المكان ادخل عليه أو فيني اعمل عدة أمور تانية من فحص الجهاز بشكل عام طبعا هلأ برجع بزر التاب للـ Boot Menu ومن ثم بختار الفلاش ميموري مثلا لثبيت الـ Windows أو لأقلع عن طريق النظام بشكل مباشر شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية ترجمة نانسي قنقر